حالة استنفار بأوروبا بعد الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الجزائر لضبط وارداتها، حيث حل اليوم وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الإصلاحات المستعجلة التي تقوم بها الجزائر للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها، خاصة فيما يتعلق بضبط الواردات التي يقول الشريك الأوروبي بأنها متسرعة واتخذت دون احترام إجراءات التشاور المسبق مع الشريك الأوروبي المنصوص عليها صراحة من قبل اتفاقية الشراكة بين الطرفين موقف الجزائر كان واضحا من خلال التصريحة الأخيرة لوزير التجارة، الذي أوضح بأن الشركاء في الاتحاد الأوروبي عليهم التفهم بأن البلاد تمر بمرحلة صعبة من الناحية المادية إلى أنها تبقى مرحلة انتقالية فقط وأضاف وزير التجارة بأن مصالحه مستعدة للحوار مع شركائها وتأمل في أن يشاركوا في هذه النقلة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ومن ناحية الأرقام وبالعودة لاتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتخاذ الأوروبي التي تعود إلى 11 سنة فقد استوردت الجزائر أكثر من 250 مليار دولار أتم تصديرها إلى أوروبا بأقل من 14 مليار دولار من المنتجات خارج المحروقات ضف إلى ذلك ضعف الاستثمارات الأوروبية في الجزائر التي كان من المفروض أن تعوض العجزة في الخزينة في الإرادات الضريبية والجمركية وتساعد على ظهور نسيج انتاجي وطني تنفسي ما يعني أن الاتفاقية لم تعد بفائدة على الطرف الجزائري شكرا